سألت نفسك قبل كده ليه انت مش كويس بكل بسودة انا امنية وبقالي فترة مش كويس مش كويسة بجد وسألت نفسي انا ليه مش كويسة على ان معظمنا لما بيبقى مش كويس بيسمع اغاني تخليه في حالة اسوأ او يروح يشكي قد ايه ومش كويس بيشكيه بس مش عايز يسمع حلول او يقعد لوحده ويجيب القديم والجديد وتبقى جلسة صياحية بس بنتيجوا نقعد كده شوية ونسأل نفسنا ليه حتى حاولت اسأل الحوالية لقيتهم كمان مش في احسن حالتهم طب هل ده صدفة ولا في حاجة في الجو مش عارفة حاولت افهم اكتر تكلمت مع نفسي ومع الحوالية حال عشان مثلا الحياة صع في العموم ولا هين مش كده في هين بالظهر ليه الفترة دي تقيلة او كده كل حاجة بقت تقيلة الحاجات اللي بعملها في العادي بقت بحسها بتطلع روحي لما باجي عملها دلوقتي ليه قطها الحل بيبقى النوم او الراحة ونسيب الدنيا تولع اسئلة كتير اوي مش لقيا لها جوان انا مش كويسة فانا مش كويسة النهاردة وبكرة وبعده مش بشتغل فمش هشتغل عشان بس الشعور الوحش اللي مش لقيا ليه اي ترجمة ولو في اجابة حقيقية لسؤال انا ليه مش كويسة ه هتكون اجابة بسؤال تاني وليه مش العكس بس قبل ما نقول ليه مش العكس خلينا نتكلم عن الحاجات اللي ممكن تكون مشتركة ما بينها زي عيلة اي عيلة اهلك بيحبوك وبيحترموا رأيك واكيد مش رغطين عنيك خالص مش بالزبط او افكارك الليلية اللي بتحاول تقنعك انك ممكن تفشل وتاصلا مجربتش يا الساعة كان او دور الضحية اللي بتحاول تقنع نفس الجيل قدين تعدد بحاجات صعبة عشان تاخد اجازة من الحاجات اللي وراك وانك اغلب من الغلب او جلد الزيت انك مش مسامح نفسك ومش سامح لها تغلق وتجرب وتتعلم بتعاملها معاملة انها تولدت عارفة كل حاجة معاملة مثالية جدا ورغم اني دايما بقول بكل بساطة بس وقعت في فخ المثالية واني لازم كل حاجة تبقى تحفد التحفة ولو ده ما حصلش يبقى يلا نكت او السوشال ميديا اللي لو قضيت يوم كامل فيها هتطلع بملخص حوادث تحس بالزمب ومشاعر ملخبطة حاجة تدحكك وحاجة تزعلك وحاجة تقفلك خادص كل ده بيح احصل في ساعة كتير اول انا اقولك على حاجة مسراحة عقلك وقلبك ومشاعرك متستحملش كل ده في حاجة ضغطاك بس مش عارف ايه هي سباء سريع نجاح فشل ضغط وتوتر وخوف اظن مش سببها الناس سببها نفسك اولا او اللي بتعمله في نفسك ثانيا بس قررت اتكلم معاكم بصوت عادل انا بحاول اكون احسن فتعالوا ناخد الرحلة دي سوا دايما مقتنعة ان نصح للمشكلة اننا نعرف ايه هي المشكلة اول حاجة انك تبقى عارف واعي لما تبقى عارف ال ازازة دي بتتفتح ازاي بتقوم فتحها عشان انت عارف فوعيك بحاجة خلاك تاخد خطوة لحاجة تانية وتوصل لنتيجة فلما تبقى واعي بظروفك وعارف انت بتمر بايه وصادق وصالح مع نفسك من غير اي تجميل او صعبانيات ها هتعرف المشكلة فين وهتعرف تحل المشكلة واوعى الوهم ساعات عقلنا بيسوحنا بيعيشنا الوهم الوهم ان المشاكلة دي عمرها ما تتحل عارف الوهم فوضة محدش هيفوقك غير نفسك او وجود ناس حواليك علا وان الوحدة وانك تحل كل مشاكلك لوحدك مش شطارة ومش دايما بينفع واش عارفك اصلا ان انت دايما صح الاعتباد عن نفس غير خالص انك تبقى لوحدك محتاج تتكلم صدقوني لو الحقيقة تكمل لوحدنا ما كناش تخلق ان كلنا نساعد بعض لو ما عندكش حتى صحاب او الناس حواليك اساعد كون دايرة صحية ولو عندك حاول تطلب المساعدة منك واخيرا تأقلم وتجاوز حاجتين عكس بعض تجاوز الماضي اللي بيشدك كل شوية اللي بتخليه حجة انك تفضل متضايق اك اللي بيوقفك عن اكل عيشك وانك تكون انسان كويس وانك تكون انسان احسن وانك تدرس وانك تشوف حياتك اللي بيقولك انك عمرك ما تتغير على انك بتتغير وبتتحسن بس انت رامي ودنك لورا تجاوزت الماضي تعالوا بقى نتأقلم مع الحاضر اهو في حاجة والله انا عايز اقولها لكم كأمنيا الناس دا قلني مش كل حاجة هنتمنيها هتجلنا بس كل حاجة بنتعب لها وناس عليها احتمال كبير جدا تجلنا احنا الان ودلوقتي وفي الفترة الحالية بنركز بس دلوقتي بعد ما تتجاوز وتتأقلم وتعرف المشكلة فين وتطلب المساعدة وتقرأ اكتر حنرجع لسؤال ليه بنحس ان احنا مش كويسين اقولك على سر مش حاجة تتعمم بسبب افكارنا مرس كده والله فكرة تعيشني دور الضحية وفكرة ترجعني الورا فكرة تنايمني ومين خانيني ما اتحركش وفكرة الله يسمحها افكار جمعتهم كلهم كل اللي فترة حالة بنعيشها من الافكار كل فعل كان مجرد فكرة في الاول كل ده بيكون في دماغنا قبل ما نعايش نفسنا في الحالة دي بس ق اطلع الافكار واحط لها عناوين وفصصها عشان بعدين مدرش نفسي عشان كده رسالتي من الفيديو ده افكارك ده كل حاجة هنا افكارك اللي بتوقفت كل يوم دي مجرد افكار عقليتك وافكارك تجاهل حاجات لو تغيرت كل حاجة هتتغير فمهزناها ما نسيبش نفسنا او لو سبنا نفسنا نحط لها ترجمة ونفهم ونقرأ عنها عشان لو سبناها ممكن تتوه وتتسوح وتعيش في وهم تخش في دائلة افكار عشان تعرف تشوف الحياة زي ما هي ولا وحش قوي ولا حتى مثالية عشان نعرف نشوف حياتنا بتقعد تفكر تفكر كتير قوي عمتا خياش افكار نفسي بيها دايما وبفكركوا بيها دايما بنستناش من الحياة انها تكون مثالية لمن ده عمرو ما هيحصل بس نستنى من نفسنا روح وافكار صحيه مش بس عشان نعيش عشان لو هنعيش فكلنا عايشين بس عشان ن حيا في الحياة دي بكل ما فيها زي ما هي بكل أحداثها، بكل اللي بيحصل، بكل ردة، وبكل بساطة وبس كده لعجبكم الفيديو لايك وتابعوني محبكو؟ قوي